بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا مصدع انا عندي صداع انا باخد مسكنات والصداع ما بيروحش الصداع مدايقني جدا هل الصداع ده بيبقى سببه المخ واللي حصل في المخ واللي حصل فيه الجمجمة والنص اللي فوق بس ولا ممكن الصداع ده يكون مرتبط بامراض في القلب حاجة تبدو غريبة وجايز حضراتكو لما تسمعوا الكلام ده هتستغربوا تقولوا ايه اللي جاب الصداع والدماغ للقلب لا ما احنا قلنا وبنكرر تاني ان القلب هو الجزء او الجهاز المهيمن والمسيطر على جميع وظائف الجسم الاخرى وهناك علاقة وثيقة جدا 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 بين كفاءة القلب وكفاءة عمل المخ بين امراض القلب وامراض المخ طيب ايه بقى ندخل في الصداع عشان ما نصدعكوش ايه العلاقة الصداع بالقلب اهم حاجة ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم يؤدي الى ضخ دم شديد للمخ الدم يتجمع في المخ عاوز يرجع تاني مش قادر طب المخ عاوز يتمدد علشان يستوعب كمية الدخ اللي جياله والجمجمة حيشة من ناحيتين يحصل صداعه يبقى ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي الى صداعه طيب يؤدي الى الصداع امتى؟ لما يقعد مرتفع لفترات طويلة وانا اهمل علاجه كمريض اهمل علاج الضغط واسيبه مرتفع يؤثر لي على الدورة الدموية المخية ويؤثر لي على ضغط الدم في المخ ويعمل الصداعه ويؤثر على العصب البصري ويعمل ضغط على العصب البصري بتاع العينين في الناحيتين الاثنين ويؤدي الى تغيرات في قاع العين نتيجة الزنقه اللي بتحصل من ضغط الدم على العصب بتاع العينين ويعمل تغيرات في العينين ديبقى لو سيبت ضغط مرتفع لفترات طويلة تعمل لي مشاكل وتعمل لي صداعه لكن هل كل صداع يبسابه بارتفاع الضغط الاجابة لا طيب هل الصداع ضروري يعني انخفاض في الضغط الاجابة لا طيب انا مريض ضغط وباخد علاج للضغط بتاعي و جالي صداعه ازود الجرعة لا اقلل الجرعة لما الصداع يروح لا طيب انا عندي انخفاض في ضغط الدم و جالي صداعه اكل مش و جبنا حد او ما عرفش ايه لا ربط الصداع بارتفاع الدم بضغط الدم او انخفاض ضغط الدم ده مفهوم صحي قاطق ازود ادوية الضغط او ناقص ادوية الضغط لمجرد الشعور صداع راحه و لا جاه ده مفهوم صحي قاطق و يجب عدم مربط الصداع بمعدل الضغط و لا تحديد جرعة الادوية بالزيادة او النقصان نتيجة الشعور بصداعه يبقى ارتفاع ضغط الدم المهمل لسنين طويلة يعمل صداعه لكن مش كل صداع سببه ارتفاع في ضغط الدم يبقى دي حاجة مهمة جدا لازم حضراتكم تبقى فهميني طب ازودت جرعة امتى و قللها امتى لما تروح للدكتور يقولك ضغطك عالوة منضبط ده على طول طيب في حاجة تاني جوه القلب و ممكن تعمل صداعه في ادوية الناس اللي عندهم ديق في الشريان التاجي انا بديهم ادوية توسع الشريان التاجي الادوية اللي بتوسع الشريان التاجي عشان يقدر يضخ الدم و يغزى عضلة القلب هي ما بتفهمش الفرق بين شريان المخ و شريان القلب فبتوسع ده و بتوسع ده تكون النتيجة بتاعت الادوية اللي انا بديها عشان توسع الشريان التاجي انها في نفس الوقت تتوسع شريان المخ فيتضفق الدم الزيادة الانسان بعد ما اخذ الكابسولة او الحباية او القرصة لتحت اللسان يحس نفرف راسه و راسه عماله تعمل كده و فيها صداع الصداع ده مش معناها ان ضغطك عالي ولا ضغطك و تي معناها ان ضغط دم زاد نتيجة توسيع شريان المخ لان الدواء ده بيوسع شريان المخ مع شريان القلب فيه ادوية اخرى للضغط اللي هي موسعات او مضادات الكالسيوم مضادات الكالسيوم دي بتوطي الضغط ازاي لما بدي دواء من الادوية دي لمريض عنده ارتفاع في ضغط الدم الاقي حصلت الشريان في الرجلين و في جسم كلها وسعت فلما توسع تسحب الدم عشان تقلل الضغط جواه وهي بتوسع الشريان بتاعت الجسم دي اللي في الاطراف تقوم موسع شريان اللي في المخ برضو وعملها للصداع يبقى الصداع ممكن يبقى سببه ارتفاع في ضغط الدم ممكن يسببه انخفاض في ضغط الدم ممكن يكون سببه ادوية لعلاج الضغط وقد يكون هناك اسباب كتيرة تانية خالص اهمها التوتر اللي تنه التدخين امراض في المخ امراض في العنين امراض في الودان امراض في الاسنان الامساك كل دي حاجات تعمل صداع فواحد عنده امساك ويجو له صداع واحد درسه مسوس او مخلوع او في حاجة يجو له صداع في حاجات في الودن تجيب صداع في التهابات في العضلات بتاعت الرقبة تعمل صداع اللي عندهم ازلاء غضروف في الرقبة يجي لهم صداع يبقى في مليون سبب للصداع من ضمن الاسباب دي ان حاجات لها علاقة بالقلب واحنا وضحناها لحضراتكم علشان يبقى انت فاهم القصة ايه يبقى ما تصرفش بنفسك وتاخد موقف جايز يدور سباع اللي فات جات لي واحدة ست وبتقول لي انا الصداع راح خلاص الحمد لله فلما لقيت الصداع بطلت الضغط لكن انا جاي دلوقتي عندي تنميل شديد او في ايدي بقى اصلاح الضغط رأيته 200 على 120 200 على 120 وبادئ يعمل مشاكل ويعمل لها شلال طب بطلت العلاج ليه عشان الصداع راح مين قال الصداع ده يمكن كان من سبب اي حاجة تانية خالص ولما راح اتراح الصداع لكن ملاش علاقة بالدواء عشان تبطلي او تزاوديه ارجوك تاخدوا باركم من الحاجات دي وقاطيب تمنات لكم بالصحة والسلام ان شاء الله لن اتحركه اشتركه نعم بدا شكرا اشتركه 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 اشتركوا في القناة